نطلع نشوف سادة مشاهدين لازلنا كده عملنا جولة على المحلات وليهم رسائل لحضرتها كان اسمحها ونطلع فصل وبعدين نرجع نرد عليهم كمان اي تساؤلات من الناس بعد الفصل بعد القرار اللي اصدره اللي وهشام امنى وزير التنمية المحلية باخضاع الانشطة التجارية للموافقة الامنية لاستكمال مصار قانون المحال العامة الجديد حبينا ننزل النهاردة مع حضرتكم لاصحاب المحلات والانشطة المختلفة عشان نسألهم رأيهم في القانون ايه واكيد هو ده اللي هنتابعه ونعرفه مع بعض من خلال التقرير ده خليكم معنا اي حاجة فيها الجهة الامنية انا اكيدها هيوفق عليها اولا امال ليا وحفظ عليها كمان ماشي انما وفق منها علي ايه انا عندي فلاشة للمدرية وللاسم متوصلة لما اجا بجدد في الحي يعني في ايه امن تاني غير كده يعني اروح فين تاني ما دي داقلية لما نعرف بقى ايه الجديد هنعمل زي ما هيقوله في النسبة لكرار الموافقة الامنية هو كرار صعب شاية بالامانة لانه هو كده بيقلل يعني بيداية علينا النشاط شاية لكنه هو مش موافق عليه الصراح يعني هو مش محتاجة لامنة لما فيها واحدة محلية فيها حي في راسة حي فيه جاهة انا بتعمل معاها ايه اللي ودينا عند الامن وده يدرك في ايه هو هو تعطيله خلاص انا هروح للحي انا بروح للحي بنفذ ورعي في الحي ماشي مع الحي بخلاص مع الحي ايه اللي ودي لجاهة امنية ولي تعال افتح بطاقتك ورقمك والحكاية والرواية وكلام خلالش ايه لازمة قرار غير صواب القرار دا هيقود عليها بقى اكتر شوية هدفع فلوس زيادة غير لانه بدفعه في الحي وهيبقى كيد ضرر علي يعني كل دا هيتحمل على المصاريف بتاعتي فهو مش وقتها ومش مش مكانها دلوقتي يعني خالس لسه يعني من زبط الدنيا سو مش متزبط اصلا والدنيا ملغبطة بتطلب من كشك لما اخزها ما بيبيعش بتلتمئة ربعمية جنيه تقول له موافقة امنية وتقول الكلام ده اللي ما ينفعش موافقة الامنية دي للحاجات اللي هي كبيرة اللي هيعمل كباريز ما بيعمله اللي بيعمل صالدسكو اللي بيعمل كافيه اللي بيعمل هي دي اللي تقاليها اللي بيعمل شركة اما الحاجات الزغيرة لا انا بيفتح مشروع محل برضو بس موضوع موافقة الامنية ده بصراحة يعني هم يخلوا شباك واحد لكل حاجة انا مش هجري بقى وراء وزارة الصناعة ووزارة مش عارف ايه وزارة الدخلية كمان يعني معلش حضرتك مثلا فيه لسه فكين غارمين من قريب مثلا الناس دي هيخارجها واحد عايز يفتح محل هيروح يجيب موافقة امنية هيبقى هي نفس قصة الفيش هيروح يعمل محل او بتاعها يترفض مشروعه عشان هو علي مخالف امنية قبل كده انا صاحب محل والقرار لو هيطبق على الجميع ويبقى فيه تسهيل طبعا مفيش مشاكل بس يبقى فيه تسهيل يبقى شباك واحد بيخلصت كل الاجراءات عشان مفضلت شاجري وبقى فيه بيريقراطية وروتين والكلام اللي حضرتك فهمه ده بس هيسهلوها والدنيا تبقى ماشية عشان احنا بنأكل عيش وورانا ناس بتاكل عيش فلو الحاجة بدأت توقف كده فانا هقفل فبالطبعها لو حد بيأكل عيش ورايا هو كمان هيقعد فنسبة البطالة هتزيد سهلها لي واحنا نعملها مفيش مشاكل